أباء كتير أتكلموا عن الصلاة ويمكن أكتر موضوع أتكلم فيه الأباء عايز أقول لك بعض العبارات والأقوال اللي قالوها أباء في عصور مختلفة عن قيمة الصلاة قبل ما أكلمك على كيف نمارس صلاة في المنزل الصلاة هي رفع العقل إلى الله واحد يرفع عقله إلى ربنا الصلاة التصاق بالله في جميع لحظات الحياة ومواقفها فتصبح الحياة صلاة واحدة بلا انقطاع ولا اضطراب الصلاة هي مصدر وأساس لبركات لا تحصى الصلاة هي مقدمة لجلب السرور صلي عشان تفرح القديس يحنى زهبي الفم يقول لنا فقدان حياة الصلاة هو فقدان لحياة النفس يربطهم ببعض وهما يقول لك هما شيء واحد لا ينفصل ويحنى الدرجه يقول سر دوام النعمة والفضيلة هو في دوام الصلاة ودي عبارة مهمة قوي أرجو تلتفت إليه سر دوام النعمة والفضيلة هو في دوام الصلاة وبيقول كده في عبارات كتيرة ان صلاتك ممكن تسندك يوميا وانت وانت بترفع قلبك ويقول لك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك يعني تصوروا انت كوا في البيت وهي أسرتك وقفين تصله كأنكم ترفعون بخورا وهذا البخور يصد إلي الله زي البخور في الكنيسة اللي بيرفع صلواتنا لغاية السمة